كيف نهتدي بعلي نهتدي إلى علي من خلال رسول الله ونهتدي بعلي من خلال تمسكنا بتفسيره للقرآن من خلال عملنا بقواعد الفهم التي وضعها لنا كما قال رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي هذا النص مقتطع من ميثاق بيعة الغدير الذي جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم هذا علي يفهمكم بعدي كيف نهتدي إلى ولايته ونحن نأخذ التفسير من غيره كيف نهتدي إلى ولايته ونحن نأخذ قواعد الفهم من غيره كيف نهتدي إلى ولايته ونحن نشكك في مقاماته كيف نهتدي إلى ولايته ونحن لا نحترم خطبه وكلامه في كتاب نهج البلاغة مثل ما يفعل مراجع الشيعة الأموات والأحياء لا يحترمون كتاب نهج البلاغة ولذا أتحداكم أن تعودوا إلى مراجعكم الذين تقلدونهم الآن وتأكدوا هل يعتمدون على نهج البلاغة في استنباط الأحكام الشرعية والله لا يعتمدون كتبهم شاهدة على ذلك كيف نهتدي إلى ولايته وكيف يهتدي هؤلاء السباريت السباريت من الإيمان كما وصفهم إمام زماننا وهم أكثر مراجع الشيعة في عصر الغيبة الكبرى كما خاطبهم في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من قبل إمام زماننا مذجنح كثير منكم الخطاب موجه إلى مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد هؤلاء السباريت من الإيمان أكثر مراجع الشيعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه كلمات إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه